الربط الشبكي مع دول الجوار يعد أحد الحلول الحكومية المطروحة لمعالجة نقص الانتاج الوطني من الطاقة الكهربائية وزارة الكهرباء أكدت أن خططها ماضية في عدة اتجاهات في إنجاز مشاريع الربط الكهربائي مع كل من الأردن وتركيا إضافة إلى الربط مع دول الخليج والذي سيؤمن للعراق 500 ميجاواط كمرحلة أولى أنجزت جملة من المراحل عبارة عن خطوط عبارة عن محطة الفاو التحويلية وكان المفروض أن نتفق على سعر التعرفة إثر زيارة الوفد الحكومي برئاسة السيد رئيس الوزراء تم الاتفاق على التعرفة مناسبة وسيجري إن شاء الله الاتفاق على إنشاء خط يربط محطة الفاو التي اكتملت داخل العراق بمحطة الزور داخل الكويت بذلك تصبح المرحلة الأولى الجاهزة لأن تدخل حيز التنفيذ حديث عن 500 ميجاواط كمرحلة أولى بذات الوقت وقعنا اتفاق مع الجانب السعودي تستلزم أيضا إنشاء ربط كهربائي تستلزم المرحلة الأولى ألف ميجاواط حددت نقاط الربط حددت مسارات الخطوط تم تحديد الآلية التي سيصار بها إلى هذا الاتفاق وبالتالي تعتبر الكهرباء ماضية بجميع مشاريع الربط الكهربائي ويرى خبراء الاقتصاد أن الربط الكهربائي مع دول الخليج سيكون عاملا مهما في حل مشكلة الكهرباء في العراق على المدى الطويل إضافة إلى الفائدة الاقتصادية التي سيجنيها من خلال تحوله إلى ممر لطاقة المصدرة من دول الخليج إلى بلدان شرق أوروبا حقيقة فيها فوائد كبيرة منها تنوع مصادر الطاقة بالنسبة للعراق يصبح لديها أكثر من مصدر طاقة مصادر طاقة مع دول الخليج ومصادر طاقة مع تركيا مع إيران مع الأردن وهذا سيعود بوضع اقتصادي ممتاز جدا للعراق لأنه سيصبح ممرغا للطاقة وحاقظا لأمن الطاقة في مرحلة لاحقة بعد أن يكتفي العراق بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية وزارة الكهرباء من جانبها أكدت أنها تمكنت مؤخرا من تجاوز حاجز 24 ألف ميجا واط مبينة أنه يمثل أعلى سقف تحققه الكهرباء منذ تأسيسها وتقول وزارة الكهرباء أنها تسعى باستمرار نحو تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال استثمار مخزون الغاز المحلي لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد فضلا عن إدخال محطات توليد جديدة للخدمة إلى جانب مشاريع إنتاج الكهربائي من الطاقة الشمسية ضياء محمد الحرة محافظة الأنبار